المباراة اللي ان شاء الله ستقوم بين الأهل والزمالك هي محور حديث المجتمع المصري من قبل مباراة المنتخب فده أثر بالسلبة على إعلامنا وأثر بالسلبة على المنتخب؟ لا شك أنت عارف أنا شفت ناس كده في الشارع هو المنتخب حيلعب هو أصلا مش عارف المنتخب حيلعب وعلى فكرة ناس كويرة مش ناس من اللي هي يعني ملهاش في الكورة لا يعني فيه ناس يعني بتفهم في الكورة ومتبع كل حاجة هو في ظل أن انت حطته تحت مظلة معتمة تماما للأهل والزمالك في نهاية دور الأبطال ما بقاش حاس أن فيه منتخب ما هو ما يعرفش أن فيه منتخب وبالذات أن إيه انت عارف أن دي من أطول الفترات في التاريخ في تاريخ منتخب مصر الوطني يوم 14 نوفمبر 2019 آخر مباراة دي مع جزر الأمر اللي هي جزر القمر في هناك عنده سنة كاملة لا تجمع ولا مباراة ولا دي عمرها ما حصلت من أول ما منتخب مصر ابتدى يلعب سنة 1916 مع فريق من الجيش الإنجليزي كده كانوا موجودين هنا ودي تحتسب أنها أول مباراة دولية في تاريخ مصر فريق حسين حجازي تجمعه كده ولعبه مع منتخب الجيش الإنجليزي سنة 2016 لم يحدث أن مر عام كامل بدون أن يتجمع المنتخب أو يلعب أي مباراة رسمية كانت أول دي ده برضو رقم سلبي لكن ريكورد يعني أنا أول مرة أعرفه وأكيد الناس كتير ما تعرفوش يعني إحنا عدنا سنة ما نتجمعش كمنتخب ما حصلتش في التاريخ ولا سيرة المنتخب جات أصلا يعني حتى ما بتتكلمش عن المنتخب فدي أرضية ومناخ كان سلبي جدا